نروح للعنوان أستاذ هوالي الأول وهي وهو ماذا عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع يوسف بلايلي الجزائري الدولي مش أحسنها لك أقولنا واحداً لحد الوقت اللي بنكلم فيه مفيش بلايلي في الزمالك مفيش خالص خالص الزمالك مدخلتش على الإطلاق في مفاوضات مع يوسف بلايلي الأيام اللي فاتت كلها كان خرق كلام إن يوسف بلايلي نادي الزمالك من الأندية المهتمة به وتأرير جزائرية ذكرت أن زمالك في مفاوضات مع يوسف بلايلي توصلت مع مصادر جوه نادي الزمالك يعني صاحبة القرارات في ملف الصفقات اتقل لي كده بشكل مباشر ما فيش أي مفاوضات مع يوسف بلايلي على الإطلاق ما تكلمناش معه ما تكلمناش معه وكيل ما تحرقناش لحد دلوقتي في صفقة يوسف بلايلي وأنا كنت قلت لك في الحلقة اللي فاتت يا كريم أسبوع اللي فات لما تكلمنا أن الصفقات من زي برضو من الناس متصورة أن الزمالك هيدخل بتقلو صفقات كتير وأسماء لا الصفقة اللي الزمالك مترجت أنه يدخل بها البطولة العربية أو أهم صفقة يدخل بها البطولة العربية هي أشرف بين شارك ما فيش أي لعيبة عرب أسماء كبيرة موجودة في حسابات الزمالك زي ما تقال قبل كده السومة تقال أسماء كتير أخيرا يوسف بلايلي لا بان فيلك ما فيش أي تفاوض حصل مع الزمالك مع يوسف بلايلي لأنه النهاردة برضو خرى الكلام أن الزمالك توصل لاتفاوض مع يوسف بلايلي غير صحيح بالمرة خالص على الإطلاق دي قصة يوسف بلايلي في إجازة سريعة هلوة جدا ترجمة نانسي قنقر